عجينة العشر دقايق وحقول لكم ازاي بتتعمل وعايزين خمس كبايات دقيق ربع كباية حليب پودرة اتنين معلقة كبيرة خميرة اتنين معلقة كبيرة سكر اتنين كوب ماء دافئ ونصف كباية زيت دي المكونات بتاعة عجينة العشر دقايق عايزين بقى نعمل الشاورمة بتاعتنا عايزين اتنين صدور دجاج واحد بصل شرايح اتنين معلقة كبيرة زيت اتنين طماطم اتنين معلقة كبيرة بقدونس ملح وفلفل رشت بوهرات واحد مكعب مرأ نصف كوب طحينة وعايزين معاهم مية وربع كباية خل واثنين فص توم مفروم ناعم هنحط الزيت على النار وبعدين دلوقتي هنبتدي نعمل الفراخ بتاعتنا خلي الزيت على ما يسخن اقول لكم بس العجينة بتاعت العشر دقايق عملناها كتير قوي فمش هنعملها تاني بس هقول لكم هي ازاي بتتعمل اول حاجة احنا بناخد كل المكونات بنحطها مع بعض الا 3 كبايات دقيق ونصف كباية الزيت كل المكونات اللي فضلة بنخلطهم مع بعض بتبقى عندنا عجينة طرية بتبقى العجينة شوية زي عجينة الكراب كده سائل لازج شوية فبنسيبها عشر دقايق لان نسبة الخميرة للدقيق كتير عالية يعني احنا عندنا معلقتين كبار خميرة على كبايتين خميرة فده كتير قوي ففي عشر دقايق بنلاقي الخليط ده بسرعة نفش بنروح حطين له باقي المكونات اللي هي 3 كبايات زقيق ونصف كباية زيت ونبتدي نعجل 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 خويس جدا ونقدر نشتغل فيها على طول بس انا بفضل ان احنا لما نيجي نشتغل فيها ونقطعها بفضل ان احنا نخمرها كمان مرة ان شاء الله ربع ساعة قبل ما نحطها في الفرن حطينا بقى دلوقتي انتراح بتاعتنا على النار هنقلبها عندنا البصل بحطه اخر حاجة اخر حاجة اخر حاجة عجلت العشر دقايق يا جماعة من العجل النكحة جدا وبتختصر وقت جامد وبتطلع في نفس الوقت طرية قوي بعدين انا عملت منها حاجات كتير يعني مثلا مرة بدلت الزيت بزبدة وقللت شوية من نسبة المية وحطيت بيضة وحطيت فانيلا وعملتها دوناتس طلقت حلوة قوي 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 فانتو بتقدروا تلعبوا في الفيكنيك بتاعها كده وفي المكونات بحيس انكوا تطلعوا حاجات تكون جديدة مش بس فطاير او معجنات نحط شوية بسيطة بس ملح عشان هنحط لسه مكعب مرأ وادي شوية فلفل نحط شوية بهرات عندنا هنا الخل والطحينة وقعب المرأ والطوم طيب انا عايزاها بس تتشوي شوية كده شوية طحينة هنحط لها شوية مية ورشة ملح قادي رشة الملح وقادي شوية مية احنا ممكن نعملها كده حجمها كويس خلاص كفاية كده بتقدروا لو عايزينهم كلهم نفس المقاس بتقدروا تقطعوها بقطعه عشان تطلع كلها نفس المقاس معاكم طيب هناخد دلوقتي اه الخلطة اللي عندنا اهي وهناخدها نحطها على الفطاير بتاعتنا هندخل بقى الكلام ده كله على الفرن على درجة حرارة متين وبنسيبها تقريبا عشر دقايق بتستوي معانا بنطلعها على طول من الفرن اهي كده شوفوه بتدي شكل حلو انه بتكسر اللون وكمان الطعم نزل التردد الجديد حداشر سبعمية خمسة وتمانية الاستقطاب رأسي معدل الترميز سبع عشرين الف وخمسمائة معامل تصحيح الخطأ خمسة على سيدة covid شكرا zier شكرا